موسم التخيم يحتاج تضافرا للجهود من قبل العديد من الجهات الحكومية لسلامة مرتدي البر ومن أبرز هذه الجهات هي الإدارة العامة للإطفاء المخيمات طبعا هي مواد سريعة الاشتعال فلا سمح الله إذا صار احتراق راح يكون اختراق السريع فعشان تذيحنا نوصي دائما يوفرون معدات سلامة داخل هذه المخيمات سواء كان طفيات أو خراطين مائية بحيث ان لو صار اي شيء يكون مكافحتها سريعة من قبل الاهالي نفسهم ولكن احنا ايضا نمشي على احداثيات بناء على تنسيق بيننا وبين بلد الكويت بحيث يتم التوصل الى موقع المخيم بالسرعة اللازمة مطالبات من قبل المسؤولين في الإدارة العامة للإطفاء بأن يأخذ مرتدي المخيمات الاحتياطات اللازمة من مطفأة الحريق وغيرها من الأمور التي تساعد على اخماد الحرائق ان وجدت الحمد لله يعني الخطط اللي وضعناها مع وزارة الداخلية والإدارة العامة للإطفاء بجميع قطاعاتها وأيضا بدأت الكويت إن شاء الله سوف نقوم بجولات تفقدية في المناطق البرية وتوزيع بعض البوسترات والمطويات على الإخوان في المناطق البرية وأيضا هناك في بعض الشركات الدعم لنا يعني إخواننا الشركاء النجاح مثل إي كويت وخلافة بعض الشركات اللي دائما تساهم في توزيع بعض مطفأة الحريق وبعض الإسعافات الأولية للمرتادين للبر على اساس إن دائما نضعهم بالخطوط الأمامية وطبعا نقوم في هذه الجرات التفقدية يعني يعطاهم بعض الوسائل التعليمية على اساس إن يشتخدمون مطفأات الحريق في وقتها تعاون مشترك بين الإدارة العامة للإطفاء وبلدية الكويت لإعطاء إحداثيات المخيم الذي نشب فيه الحريق وذلك لسرعة الوصول له وعمل لازم وتأعية ضد المسببات الحريق يقي المواطنين من أي حادث من الممكن أن يحدث حسين الصائغ لتلفزيون المجلس